طبعا كل الناس دلوقتي بتتكلم على موضوع الحريقة بتاعة ستوديو الأهرام لازم نبقى شايفين زاويتين مهمين بالمناسبة الزاوية الأولى بالتأكيد هي الناس الناس أصحاب الشؤة السكان العمرات المحيطة بستوديو الأهرام والمنطقة بتاعة شارع خاتم المرسلين وما إلى ذلك والحاجة التانية هي الستوديو نفسه بما يحوي من معدات وأجهزة ودي كرات وا 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 كويس؟ دي خسائر ودي خسائر احنا اللي يهمنا بالتأكيد في الأولوية الأولى والقصوى هي البني أدمين بيوتم ناس شؤائهم دي أماكن لحياتهم فاحنا مش مختلفين على ده على الإطلاق ولا يظن أي حد أبدا تحتاج ظرف من الظروف أن الدولة هتتخلى عن الناس بل بالعكس كانت القرارات شديدة الصرع يعني مبدئيا فورا هتلاقي رئيس الوزراء بنفسه راح علشان يشوف وحضراتكم شايفين قدامكم وهو هذه الصورة مثلا على الشاشة الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس وزراء مصر موجود هناك في الموقع الحريق بتاع السوديو الأهرام بيتفقد بنفسه دكتورة نيفين الكلاني وزارة الثقافة موجودة بنفسها بيشوفوا اللي حصل إلى آخره طيب رئيس الوزراء فورا كان عنده تصريح شديد الوضوح وبالمناسبة أقدر أقولك متوقع جدا وهو أنه الدولة هتتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان عليه قبل الحريق ده بخصوص إيه خلي بالك ده بخصوص الأهالي ورئيس الوزراء قال نصا قال الأهالي لا زنب لهم طيب هنعمل إيه دكتور مصطفى ودكتور مصطفى قال هيتم صرف مبلغ فوري 15 ألف جنيه لكل أسرة مضارة طيب 15 ألف جنيه دول دفعة إيجارية بديلة مقدمة مؤقتة لحد ما الدولة هتقوم بإصلاح العمرات والوحدات وإعادتها إلى أصلها كأنها لسه جاية لسه مبنية حالا لسه متشطبة دلوقتي يعني مفيش حد بإذن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يتضرر الدولة تتحمل كل شيء